أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في العرب كان هناك الاسم والكنية واللقب وعادة ما يذكر الناس بالكنية فيقال لمن اسمه علي يقال له أبا حسين ومن اسمه حسين يقال له أبا علي وهكذا وعادة ما يسمى الآباء بأسماء أبنائهم الكبار أو بأفضل أبنائهم الإمام الحسين سلام الله عليه بعظمته وجلاله يعرف بأبي عبد الله أي لا يكن باسم ولده السجاد وإن كان ذلك جائزا أن تقول يا أبا السجاد أو أن تقول يا أبا علي لكن المعروف عند الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم من كنا الحسين عليه السلام هو أبو عبد الله تقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعبد الله ولده الرضيع الذي قتل في صحراء كربلا وعمره ستة شهور فإذا كان الإمام صاحب الأمر الذي ادخره الله عز وجل لتحرير العالم وتحرير البشرية جمعاء وهداية الناس في الكرة الأرضية كلها يسلم على الحسين بصفته أبا عبد الله من هنا نعرف أنظمة هذا الطفل الذي يكن أبوه بإسمه حتى أنك حينما تريد الدخول على الحسين في كربلا تجد على باب الصحن السلام عليك يا أبا عبد الله وعادة الرجال النساء يعرفون الحسين بهذه الكنية يا أبا عبد الله انصرنا يا أبا عبد الله اهدنا الصراط المستقيم بفضل الله عليك يا أبا عبد الله أن الله أعطاك الإيمان والشجاعة والتقوى والفضيلة والأخلاق أعطنا من بعض ما أعطاك الله تناديه بأحب الكناء إلى قلبه وهو يا أبا عبد الله قلب الحسين يهتز حينما يسمع اسم ولده الرضيع وأنت تكنيه بهذا الاسم يا أبا عبد الله نعرف قيمة هذا الطفل الرضيع وعظمته عند الأمة الطاهرين وعند الله عز وجل أيضا من خلال هذه الكنية التي تذكر للإمام الحسين عليه السلام وأيضا نعرف عظمته من خلال عمله من خلال شجاعة أنظروا أنت أحيانا تقدم خدمة لشخص بسيطة أو تصلي ركعتين لله فتظن أن لك حقا على الله وأن لك حقا على من أنعمت عليه هذا الطفل أعطى دمه أعطى حياته يعني ذهب من هذه الحياة إلى الأبد حينما قتل فهو سكن الخلد إلى أبد الآبدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته